أعرب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زاكي عن اعتجازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكرية بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينث ماكنزي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول كينث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكل البلدين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وارساء دعائم الامن والاستقرار بالمنطقة فيما اكد قائد القيادة المركزية الامريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين معربا عن تطلع الولايات المتحدة الامريكية ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التدريبات المشتركة للتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية في المجالات العسكرية المختلفة بين القوات المسلحة المصرية والامريكية حضر اللقاء الفريق احمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الامريكية وملحق الدفاع الامريكي بالقاهرة